دعني أشرك سيد أحمد مصطفى سيد أحمد أجدد لك التحية الوثائق أيضا تشير إلى تقرير آخر موجه إلى وزارة الخارجية البريطانية استعرض فيه لورد موريس هانكي مدير الشؤون التجارية في شركة قناة السويس حينها معتبروا أسبابا تبرر عدم تسليم الشركة والقنال المصريين حتى بعد انقضاء فترة الامتياز القانونية عام 68 منها أن مصر تريد إدارة القناء وفق اتجاهات سياساتها الخاصة واعتبر ذلك سيد أحمد مبررا لعدم التسليم حتى بعد ذلك التاريخ عفوا يعني ما شأنها بريطانيا والسؤال هنا أيضا ألا تعبر هذه المواقف البريطانية عن ما يعرف بالصلف السياسي هناك من يراها وقاحة سياسية ما رأيك سيد أحمد؟ دعيني في البداية أذكر مثال هو أقرب إلى النكتة يقال إن الله سبحانه وتعالى أعطى البريطانيين إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس لأنه لا يثق بهم في الظلام النكتة أطلقت على الإنجليز من قبل هذا هو يعني طبع الدول الاستغمار ليس فقط بريطانيا ولكن أيضا الدول التي كانت تستعمر دول آسيا وإفريقيا المشكلة أن هذه الدول لم تستوعب حركة الاستقلال كما ذكر الدكتور فواز ظلت تتعامل مع مصر وكأنهم يتعاملون مع السياسيين في فترة ما قبل 52 يعني فترة حكم الملك وسيطرة الاحتلال البريطاني هذا صلاف العنكة هي دائم يعني ألم يثبت خطأ حرب العراق حرب غزو واحتلال العراق عام 2003 حتى الآن لا يريد توني بلاير أن يعترف أنه أخطأ لا يوجد خطأ ولا اعتذار رغم أن هناك قضية رفعت فيما يتعلق بدوسية المخابرات هذا الصلاف دائم هناك مشكلة أعتقد أيضا تظهرها الوثائق وهي أن القيادة البريطانية وينستون شيرشيل وزير خارجيتي لن يكونوا يعني كما نقرأ ونسمع عنهم طوال الوقت يعني بهذه الحنكة وبهذا الذكاء لأن هذا الخطأ أعتقد أنه تكرر أيضا في مستعمرات أخرى لكن بالطبع كانت أزمة السويس أزمة حتى الآن هي تشكل عقدة لبريطانيا وأعتقد أن سبب العقدة هو أنهم لم يفهموا ما كان يجري في مصر أو لم يفهموا بالتحديد هذا الجيل الذي صعد إلى السلطة أنه وطني خالص لا يمكن أن يمالئ ليس حتى كسياسي العراق فيما بعد حرب الغزو ترجمة نانسي قنقر